تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 في كرة القدم كثير لعبين في كل مباراة 22 لعب في كرة القدم كثير لحظات كثير مهارات كثير أشياء جميلة جدا تزديدة في مرمى رائعة جدا من مهاجم تمرير عبقرية من لاعب وسط وتدخل دفاعي قوي من قلب دفاع وتصدي حارس لا ينسى لكن في كرة القدم رغم كثرة لحظاتها اللي ممكن تزيد عن ملايين اللحظات في لحظات برزت اشتهرت وانتشرت بأسماء أصحابها لتصبح علامة تجارية لهم رغم أنه بعد ذلك لعبين آخرين عملوها واليوم في توب 5 رح نستعرض خمس حركات اشتهرت بأسماء أصحابها وأول واحدة عقرب هيجيتا هيجيتا حارس كولومبيا كان حارس معروف أنه خارج الصندوق بفكر خارج الصندوق وأصلا بيلحب خارج الصندوق رغم أنه حارس مرمى مهارب ينطلق بالكرة بمرر كويس لكن هذا الحارس في مباراة ودية مع إنجلترا بسنة الخمس وتسعين أرسل لاعب إنجلترا جيمي ردنا بكرة عرضية وقف شاف ما فيه عليه أي ضغط فوجد فرصة يحقق شيء كان يخطط له خمس سنوات حسب قوله مد إيدي لقدام ورفع رجلين وصد الكرة فيهم وطلع الكرة بر منطقة الجزاء بطريقة العقرب لأنه لما تطلع على شكله وهو بصدها كان بيشبه العقرب ووقتها كانت منتشر كثير أفلام الكونغ فو والشاولين وكانوا يعتبروا هذه الحركة ويسموها ضربة العقرب عشان هيك أصبحت تسمى هذه الحركة بحركة عقرب هيكتا ولو مين ما عملها بعد ذلك حيقولوا على طريقة عقرب هيكتا وفيه لاعب آخر جميعنا بنعرفه وكثير ناس بتحبه زين الدين زيدان زين الدين زيدان كان لعب هادي في الملعب بس كان لعب صعب جدا تقدر تلاحقه أو تتعامل معه وإحدى أسراره كانت شيء يسمى روليت زيدان وهي طريقة قائمة على مواجهة المدافع بيركض عليه بعدين بيثبت رجله عليها وبروح لاففها بالرجل الثانية وبيلف محها وبمر زيدان كتير قدر يصنع أهداف بسبب هذه الحركة زيدان كتير قدر يسجل أهداف بسبب هذه الحركة صعوبتها إنه زيدان ما كان دايما يستعملها فالمدافع هو طالع له ومش عارف حيعمل للروليت واللي حيلعب لعبة عادية زيدان ترك اسمه كرة القدم بالإنجازات وبهذه اللمس الخاصة تماما كيوهاني كرويف يوهاني كرويف اللي تقريبا لعب بكل مراكز كرة القدم لمستوى إنه كثير ناس بحبوه بيقولك هو أكثر لعب شامل عرفته اللعبة يوهاني كرويف في كأس العالم 74 صنع حركة سمية حركة يوهاني كرويف أو مهارة يوهاني كرويف كان يواجه السويد إجت له الكرة فبين كأنه بدي يمرر فيها لكن بدل ما يمرر رح حط رجل على الكرة وسحبها ورجع لوراه ومن يومها أصبحت هذه الحركة أساسية عند الفرق اللي بتلعب استحوال لأنها بعض الأحيان بتكون التمريرة ممكن تورط زميلك فأنت بتغير رأيك وبتلاف أو بعض الأحيان بتخدع الدفاع وبتغير اتجاه اللعب في جيل برشلون الذهبي مع بيبي جوارديو لطلع أكثر من اللعب يتقنها وكان أشهرهم إن يستا طبعا ومنروح على شخص كان ساحر ممتع في كرة القدم كان اللي بشجع معه ومشجع ضده يستمتعوا هم شايفينه في أرض الملعب بنتكلم عن رونالدينيو وبنتكلم عن تمرير طول أشهر نولوك باس اللي هي تمريرة بدون ما أشوف رونالدينيو فعليا عمل كثير حركات جميلة رائعة ممتعة لكن في حركة هي اللي ربما اشتهرت أكثر لليوم هي اليوم لما حدا يحب يدور رونالدينيو بروح يشوفها مع أنه راوق تقريبا كل اللعبين كرة القدم اللي واجهوه وعمل حركات لا تنسى كرة من فوق مدافع وغيره لكن بتظل النولوك باس تاعة رونالدينيو فيها ميزة مهمة أنه بتيجي دائما هو بيركد مش هو واقف يعني مش معظم بتيجي بلقطات منها هو بيركد مش بس هو واقف هون رونالدينيو بيكون منطلق وبتطلع على الزاوية اليومنا لنفرض بيمرر هنا فجأة ما بتشوفوا لبغير اتجاه رؤيته هناك وبمرر بهاي الطريقة بدون ما يتفرج شي بيخدع المدافع لأن المدافع بتوقع أنه بديمرر مع نظره لأنه أساسيات تدريب اللاعبين لما يمرروا يتفرجوا ويمدوا يمرروا رونالدينيو كسر هذه الأساسيات رونالدينيو كان ساحر كان ممتع والناس أي شي كانت تشوفوا منه كانت تحبوا عشان هيك هذه التمريرة أخذت اسم رونالدينيو والروح على أهم لقطة وأشهر لقطة حملة اسم لاعب لأنها قادت بشكل مباشر إلى فوز تشيكس لوفاكيا بلقب كأس أوروبا 76 جميعكم طبعا اعرفتوها ركلة بنينكا اللي هي اللاعب بيكون راكض بيعمل تشيب وبيسجل طبعا بنينكا بيقولوا أنا راكض أسجل على سيب مير في ألماني الغربية ما كنت بخطط أعمل هيك إجت اللحظة إجت الشعور أثناء الركض وقررت إني أعملها بهذه الطريقة وسجل وفازت بلاتو تشيكس لوفاكيا باللقب بنينكا بيحدى التصريحات إله كان إنه زعلان شوي إنه الناس ما بتعرف عنه إلا إنه سدد ركل الجزاء بطريقة هاي وبيقول فيه بمسيرتي إنجازاته أشياء مهمة أهم من مهجرد ركل الجزاء طبعا ركلة بنينكا شوي غابت عن الأضواء اختفت من الإعلام بعد شوي ورجحها توتي عام 2000 لما نفذها ضد هولندا بيورو 2000 بنصف النهائي في أرض هولندا هنا الناس بلاشت تقول هاي بنينكا هاي بنينكا فرجعت التزديد للواقع ورجعوا اللاعبين يجربوها طبعا هي من التزديدات اللي ممكن تكون تخلق موقف مضحك لو الحارس ما قفز لكن معظم الحراس بيقفزوا بيختاروا زاوية كثير ركلات جزاء مهمة نفذت بطريقة بلينكا كثير ركلات جزاء خلت الحارس مهما كان طويل مهما كان عنده حس توقع عنده مشكلة كبيرة دائما لما يصير بده يصدها لأنه ممكن هذا اللاعب بالأخير ما يسدد لا يمين ولا يسار لا قوي ولا ضعيف لا فوق ولا تحت يسدد لي كرة أول ما أقفز تيجي مكاني وطايري شوي عشان جسمي لما يتحرك ما يصدها بلينكا من أشهر ركلات أكيد إذن هم من خمس حركات لفينا فيهم بلشنا من هيجتة والعقرب وروحنا لزيدان وبعدين كرويف وبعدين رونالدينيو وخدمنا ببلينكا نوصل هنا لنهاية توب فايف كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة